طبعا انتو عارفين روب لوكس فيها اكتر من 40 مليون ماب ولو ما تعرفش دي معلومة حقيقية على فكرة ولكن احنا كعرب مظلومين مظلومين اوي بقد من ناحية ان احنا مش عندنا مطورين كويسين وحتى لو عندنا بيكونوا بيشتغلوا للاجانب او يعني بيعملوا العاب اجنبية فانا هنا بتكلم عن المابات العربية نفسها اللي هي كل حاجة فيها عربي وكمان فيها لعبين عربيين ايوة بالزبط هي المابات دي فكدعم للمطورين دول وكمان عشان اديكم نصايح ودي كمان مطورين المابات دول ن نصايح قررت ان انا اعمل السلسلة دي اللي هجرب فيها مابات عربية عشوائية وهقول لكم على اغلاط الماب وهاقيم الماب كمان فقبل ما نبدأ الفيديو كل اللي طالبوا منك بس تعمل لايك للفيديو لان ده بيساعد جدا وبدون ما نطول اكتر يلا نبدأ في الفيديو ونروح للماب الاول والماب الاول معانا اسمه تخمين شخصيات المسلسلات وطبعا اكيد واضح انه من مابات تخمين الصور دي وبجد فيه حاجات كتير تقدر تخمينها هنا يعني توقع الدور ده بتاع الكارتون عندنا هنا مثلا فروزن افلام كارتون سبونج بوب وفوق كمان عندنا الاكلات اكلات رمضانية ومطاعم ومعرفش مشروبات وحاجات زي كده يعني اتمنى انتوا فهمتوا الفكرة مابات التخمين دي تشهرت اخر فترة كتير قوي يعني بجد كانت مكسرة روب لوكس عندنا احنا العرب ولكن اللي شديني في الماب ده ان المفروض اللي التريند انتهى عندنا ولكن بسم الله ما شاء الله الماب ده تفاعل فيه حلو يعني لو فتحنا الشات هتلاقوا ناس كتير بتجاوب وتتفاعل مع الماب وده في حد ذاته حاجة حلوة قوي فالمهم خلينا نبدأ دلوقتي ونقيم مسلا نقرب ايه عندنا هنا مسلسلات وزي ما قلنا هنا افلام وهنا اكلات وهنا انيمي تمام حلو خلينا نقرب الانيمي بما ان يعني عندي شوية خبرة في الانيمي تقريبا هنا بيكون كل Milliardenات مش انيمي محدد زي دول فخلينا ندخل هنا مثلا ونقرب نكتب وان بيس. تمام حلوة هو دخل يعني ما فيش اي مشكلة. اوه على فكرة ايوة وان بيس عمر. وهنا اكيد بوكيمون يعني مش محتاجة يعني. وهنا كمان ناروتو. الخيارات لحد دلوقتي سهلة بجد سهلة. يعني ممكن اجاوبهم في السوانة اهو. يعني ناروتو ديمون سلاير. هجوم العمالقة. اكيد يعني سهل. وفهمت الفكرة يعني بجد الاسئلة سهلة قوي. وكمان حاجة لاحظتها انا بلعب الماب انك حرفيا تقدر تجاوب كل الاسئلة وانت في مكانك. ازاي انا فهمكم دلوقتي. فلنفترض مسلا ان في حاجة من تحت. مسلا السنافر اللي تحت دي. او خلينا نروح لجومبول. لو انا واقف هنا. كتبت جومبول. المكان اللي تحت ده هيتفتح. بجد حاجة غريبة قوي. ولكن ده خطأ من الماب. ولازم يتصلح. فخلينا مسلا نكتب جومبول وزي ما شفته. قدني بعد ما كتبتها فتحت. وانا واقف هنا. يعني بجد الموضوع غريب قوي. فلازم لو مطور الماب يشوف الفيديو يصلح ده. حاجة حلوة وكمان ولطيفة انك تقدر تختار الدور اللي عايزة تروحه من هنا. من زرار بس. يعني مسلا عندنا الدور الاول. لو ضغط عليها يوديني المنطقة البداية دي. مسلا عندنا نروح الدور الاخير نشوف في ايه. تمام نوادي. واضح انه بتاع كرة وكده. فخلينا نروح فين. يعني حاجة اخيرة كده ننجربها. نروح النوادي السعودية. مع ان انا مصر يعني بس مفيش مكان للمصرين. هنا الهلال. والنصر. الاتحاد. او ايه ده? لا انا ما عرفش ايه ده بجد. لو حد يعرف ايه النادي ده يكتبهولي. لكن انا ما عرفش ايه النادي ده. ولكن اعرف الاهل هناك اهو. اقدر اكتب الاهل من هنا. واو سبحان الله. لازم المطور يصلح ده بسرعة. ملاحظة تاني كمان انه لازم يهتم بالشكل الماب عموما. يعني التصميم هو ممكن حلو الصراحة. ولكنه معقدة. انا شايف انه ممكن يكون احسن من كده. معرفش الصراحة انتو ايه رأيكم? اكتبولي في التعليقات. ولكن الماب لحد دلوقت الصراحة حلو قوي. كمان حاجة حلو قوي انك تقدر تجاوب الاسئلة وتكون عندك انت بس. يعني زي ما انتو اه طلعت عند الكل. انا كان قصد يعني ان لو حد جاوب سؤال هيظهر عنده بس ان الباب تفتح. ولكن كده الصراحة مش شايف انها بتدي فرصة الباقي اللاعبين انهم يلعبوا ويستمتعوا. طالما اللي قدامهم بيجاوب على كل الاسئلة. فده خضاء تاني للأسف. هو ايه ده? سنبوسة. سنبوسة ايه? سوانا هو ده مش سنبوسة فعلا? يلا حد يجاوبها صح. الكل بيقول سنبوسة ولكن هي مش راضي تفتح معرفش ليه. ما علينا يا عم خلونا دلوقتي نروح للماب اللي بعده. اما الماب ده يستهل الصراحة تقييم سبع من عشرة. لازم يشتغل عليه اكتر. واضح كمان ان في ناس هنا عرفتني. فانا لازم دلوقتي اهربوا بسرعة. يلا معلش بقى روحوا انتوا كملوا السنبوسة بتاعتكم دي. والماب التاني هو ماب رمضان. واضح يعني من الاوقات اللي انا فيها ان الماب عن رمضان وكده. وبالمناسبة كل سنة وانتوا ضايبين يعني. فخلونا دلوقتي نبدأ ندي نظرة سريعة كده على الماب. هنا عنده مكان مثلا بتاع الملابس. حلو. قدر يعني اخد لبس منه? خلينا ناخد اللبس ده. معاكم دلوقتي الشيخ هينتوكس. انا جاي على نفس اكمل التقييم باللبس ده بجد. فخلونا نكمل. تمام هنا عنده مسجد. يا جدعان قلت لكم مئة الف مرة ما حديش يستخدم مسجد في ماباته. ماشي هو تصميم المساجد والاماكن اللي زي كده في الالعاب مش حرام. ولكن انك تخليها مفتوحة زي كده بجد ده بيعرضها انها تتعرض للإساءة. ازاي انا في هيمك دلوقتي. تخيل واحد دخل هنا في الماب او دخل المسجد هنا. ومسلا رأس في اللعبة. وعمل اي رأسة مثلا. ده هيكون اهانة برأي اهانة. المكان مهم زي كده بالنسبة لنا. وهنا كمان عنده مصحف. واكيد المصحف مكتوب عليه اسم ربنا يعني. هو مش واضح قوي يعني ولكن مكتوب عليه. وطبعا ادام ما توجدت الحاجات دي هتلاقي ناس غريبة كده بتتفعل مع الموضوع. يعني لو بصينا هنا هتلاقي. الله اكبر الله اكبر الله في ايه بجد في ايه. ده ما بيجد عند اللعبة. بدل ما انتوا قاعدين كده وبتقولوا الله اكبر والحمد لله. روحوا تعبدوا في الحياة الحقيقية. يعني نفعوا نفسكم. بجد نفعوا نفسكم. لا اله الا الله بجد. الله يهديكم. اتمنى ان حد منكم بيشوف الفيديو. فخلونا نكمل. وايتمنى كمان ان المطور بنفسه بيشوف الفيديو. فخلونا نكمل مسلا نروح هنا عنده اماكن بقالة كده. بقالة احمد. وبقالة احمد. ايه ده هو احمد ده محتكر السوق كله هنا مسلا ولا ايه. الله اكبر الحمد لله سبحان الله. قلبك عامر بالايمان. قد عندي لعبة. لا حياتي ليما انتو نادب قد. ولكن دي حاجة حلوة يعني تضل حاجة حلوة لو زي كده مسلا. تذكر اللاعبين انهم يذكروا ربهم. وكمان انت اللي بتشوف الفيديو اذكر ربك. وخلونا نكمل دلوقتي تقييم. عندنا هنا حلاء. انا اعرف ان اسمه مسلا صالون حلاءة. ولكن ايه حلاءة دي. لا اله الا الله. حتى المراية عليها يفطى كده. ماشي. انا مش عندي اعتراضة لكن مش للدرجة دي تم لكل الماب كده. يفضل ماب لطيف. حلوة الصراحة اقربه حلوة. انا لو هقدم نصيحة للماب ده هتكون ايه? اولا طبعا النصيحة كانت واضحة في كل المباني اللي شفناها دي بالذات المسجد. فخلونا نتجاه للتصميم. ونركز على البرمجة نفسها. انت هنا مش بتقدم حاجة لللاعب. وركز كويس في النقطة دي لان بجد بتكون سبب ان الماب ينجح او ما ينجحش. يعني مثلا هنا عندك في اي بي سرعة و جلوس. تمام. الفي اي بي. انت هتقدم لي ايه في المقابل لما اشتري الفي اي بي. هتقول لي اوامر ادمن. بقد ما تستهلش. لازم تقدم لي قيمة مقابل سعر. انت فاهم يعني انا لو هشتري الفي بي. مثلا تخلي فوق اسمي في اي بي. تاني حاجة تخلي في الشات جنب اسمي في اي بي. تالت حاجة مثلا يعني في المبدأ تديني فانوس كده مميز. غير العادي ده. فاهمين? هنا عامل برضو جيم باست للسرعة. اللي بتديك البتاعة السرعة دي. انا الصراحة شايفها مش مهمة. يعني اصلا اللعب عنده شفت رون. يعني لما بيدوس شفت بيجري عادي. فانا الا هستفادوا لما اشتري بتاعة السرعة دي. يا ريت بقد تركزوا على كده. لان بقد بيساعد على زيادة ارباح الماب. وكده هتضمن انك هتاخد اكبر ربح من الماب. لما تقدم قيمة مقابل سعر. وبس هي دي نصيحة اللي لازم كل اللعبين تاخد بيها. هنا عنده مجلس الصراحة لطيف كده. ممكن نجلس فيه كده. حياكم تعالوا شرب الشاي معاي. حياك حياك تعالى تعالى. اده ده جايب قد. يا ابني تعالى هنا. ما انت لازم تيجي. متأكد يعني مش عايز تيجي? يلا خلاص انت الخسران. المهم ده كان الماب التاني وخلونا نروح للماب التالت. واللي ان شاء الله يكون احسن من كده. فا يلا لتس جو. طبعا واظن واضح قوي من اللي ورايا ده احنا في ماب المدرسة. ما بغني عن التعريفة شهر اخر فترة. فكرة انك بتكون في مدرسة. وطريقة اللعب بتكون رولي بلاي. يعني بمعنى تاني بتكون تقمص ادوار. انا ممكن اكون المدرس او الطالب او كده زي ما بالبيوت بالزبط. فاول حاجة طبعا خلونا ندي نظرة سريعة كده على التصميم بتاع الماب نفسه. هنا عندنا مثلا معمل الحاسب. ببالله حلو حاجة لطيفة يعني اهو. عندنا ايه تاني مثلا? فصل الرسم خاص. مش فاهم يعني. او تمام ده بيقدم يعني ان انا اقدر ارسم في مكان الوحدي. اظن الوحدي تقريبا ما حدش يقدر يدخل معايا. لا ده دخل معايا. يبقى فكرتي غلط. ولكن حلو حلو يعني في رسم. وعلى فكرة اللي بيسأل بتاعتي الرسم دي شغالة انا عرفها. هنا عندنا فصل رسم خاص تاني. وهنا فصل بقى. استاذ او ممكن اروح الحمام. بجد انا محتاج الحمام دلوقتي. ممكن 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 ممكن. ايه ده? ايه ده استاذة رأس مسلا دي ولا ايه? حتى طلع دلوقتي. المهم نكمل تقييم بجد احنا تقريبا خلصنا الماب. هنا عندنا غرفة رسم. بجد الماب مليان غرف رسم. تمام حلو في ملعب. خلونا نلبس الهلال. هل الملعب شغال هنا? ايه ده الكرة شغالة? بس لبعا اكيد ما فيش نظام القول وكده يعني. يعني بمعنى تاني لو دخلتها قول ما فيش حاجة تحصل. حتى الكرة معرفش مالها فيها جني ولا ايه ده. اتحرك يلا. لا خلاص انا مش عصب نفسي معك اكتر من كده. ايه ده هو انا لابس بانطلون ولا ايه اللي بيحصل? هي هي رجاء 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 خصوصية. رايح فين يا بتاع الكاميرا انت. ايه ده ده في كوينز? تمام حلو قوي. بس الكوينز دي ايه فايدتها? وازاي اصلا اخدها? وده بيفكرني بحاجة لقطيفة هتقابلك لو انت مصمم العاب. واقصد بمصمم العاب يعني برا الرو بلوكس. في حاجة في تصميم الالعاب بكون اسمها ودي بتكون فكرتها انك لما تصنع باب ازاي هتكون الميكانيكية بتاعته? يعني مثلا هل هيتفتح بانيميشن? ولا لما اللعب يقرب يتفتح لوحده? ولا هل هو اصلا مجرد زينة في الماب كده وخلاص? واكتر من مليون سؤال. لازم انت كمطور تجاوب عليهم. وهنا في رو بلوكس احنا بناخد المسال ده لكن بشكل بسيط. مثلا انت ضفت كوينز في اللعبة بتاعتك فلوسة هي. الفلوس دي ايه فايدتها? بتجيبها ازاي? ولما تجيبها هتقدر تشتري بها ايه? فانت لازم تملك كل الفراغات دي انت كمطور. عشان في الاخر لعبتك تنجح. وده كان تقييمي للماب ده وبقد انا استمتعت في الفيديو ده. لو عجبتكم السلسلة دي قولولي عشان نكملها وندخل مابات عربية عشوائية كده ونقيمها. كمان قولولي ايه اكتر ما بعجبكم من المابات دي? لان بقد رأيكم بيهمني قوي. رقا انا تركوني اكمل درسي مع مدرسة الرأس. انا واستاذ اليوم. درس رياضيات. لا. كابوس الرياضيات. واستاذ الرياضيات بيقري وراي بسرعة حت لايك.